مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني قد تطيح بأحلام هيلاري كلينتون في أن تصبح أول امرأة تفوز بمقعد الرئاسة في الولايات المتحدة منافس كلينتون سواء داخل الحزب الديمقراطي أو من الجمهوريين لم يفوت فرصة من دون الإشارة إلى استخدامها لبريدها الإلكتروني الشخصي في قضايا سرية إبان شغلها منصب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما بين عامي 2009 و2013 غير أن استخدام البريد الإلكتروني الشخصي ليس مقصورا على كلينتون كما يؤكد أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس فيما قد يبدو محاولة لإلقاء طوق النجاة لها فبحسب لجنة رقابية بالكونغرس الأمريكي فإن وزير الخارجية السابق كولينباول وخليفته كوندوليزا رايس تلقي أيضا رسائل بريد إلكتروني سرية على حسابات خاصة لهما اللجنة أرجعت هذه الرواية إلى مراجعات أجراها المفتش العام بوزارة الخارجية على تعاملات البريد الإلكتروني الخاصة بخمسة وزراء سابقين للخارجية غير أن الوزيرين السابقين سارع للتوضيح فبيان باسم كولينباول قال إن الرسائل محل النقاش لم يحكم بصحة أنها تحوي معلومات سرية وقت إرسالها إليه أما المتحدث باسم رايس فأكد أن الرسائل التي بعثت إلى معاون لها لم تتضمن معلومات استخباراتية ترجمة نانسي قنقر